أعتقد في موضوع تاني حالك أتكلم فيه الموضوع التاني هتكلم معاكم في موضوع هتكلم معاكم في موضوع مهم جدا لا أحد ينكر أبدا إن أمن مصر من أمن الشقيقة ليبيا وليس هناك عاقل إلا ويعرف أن الإرهابيين ومن صنعوا هؤلاء أرادوا أن يشتتوا مصر فوضعوا أو زرعوا الإرهابيين في سيناء علشان يربكونوا من الناحية الشرقية وأرادوا أن يزرعوا الإرهاب في ليبيا علشان يربكونوا مصر من الناحية الغربية ليبيا على مر العصور دولة عظيمة جدا اسمحوا لي قبل ما أتكلم عن ليبيا وعن قيمة هذه الدولة وعن ما جرى لليبيا وما سيجري إن شاء الله مستقبلا في ليبيا إن إحنا نشوف بس هذا التقرير اللي إخواننا الزملاء أعدوه ونرجع نتكلم باعتبار أن برنامجنا الصديقان برنامج يهدف إلى السلام السلام في مصر والسلام في ليبيا والسلام في العراق والسلام في سوريا السلام في المحيط العربي كله وإحنا معنيين بكل منطقة فيها أزمة أو بتعاني إحنا معنيين بيها ومعنيين أن إحنا نحاول دائما نلفت الأنظار إلى ما يمكن أن يحقق السلام في هذه المنطقة ديئة رسالة مهمة جدا من رسالة برنامج الصديقان تعالوا نشوف هذا التقرير نعم على الليبيا ثم نعود لنعلق عليه ونتكلم مع حضرتكم في هذا الموضوع إن شاء الله الجمهورية الليبية هي رابع أكبر دولة في قارة إفريقيا وتتميز بطول ساحل الذي يطل على البحر الأبيض المتوسط حيث تطل عليه معظم المدن الرئيسية في ليبيا ومن هذه المدن الكبرى مدينة طرابلس وهي عاصمتها وأكبر مدينة فيها وقد توطنت المنطقة العديد من الحضارات قبل وصول العرب والمسلمين إليها مثل الحضارة الفارسية والمصرية والامبراطورية الرومانية حيث كانت تعد في ذلك الزمن من أقدم المراكز المسيحية ومن أبرز وأهم رجالها عمر المختار له ألقاب عديدة لقب بشيخ الشهداء وشيخ المجاهدين وأسد الصحراء أحد أشهر المقاومين العرب والمسلمين أنشأ عمر المختار تنظيم حركة التحرير والمقاومة منذ بداية الحرب الإيطالية على ليبيا واستطاع أسد الصحراء أن يقف ندا لدولة عظمى مثل إيطاليا فحرب الإيطاليين وهو يبلغ من العمر ثلاثة وخمسين عاما لأكثر من عشرين عاما في عدد كبير من المعارك إلى أن قبض عليه من قبل الجنود الإيطاليين وأجريت له محاكمة صورية انتهت بإصدار حكم بإعدامه شنقا قرابة سبع سنوات مرت من عمر انتفاضة أطاحت بنظام القذافي كان يؤمل منها التغيير إلى الأحسن لكنها وبكل أسف أتت بما هو أسوأ وأشد الأمر اللي يقع على ليبيا ومنذ ذلك اليوم تنحدر إلى هاوية التفكك الإجتماعي والانهيار الاقتصادي والإفلاس المالي حيث كانت ليبيا تحت المجهر الدولي آنذاك ولعبت الدوحة وباريس الدور الأبرز في حجد الجهد الدبلوماسي ضد القذافي الزعيم الليبي معمر القذافي كان المبادر الأساسي في الابتعاد عن الدور في الحسابات الدولية داعيان الدول العربية والإفريقية إلى التخلي عن التعامل به وإلى اعتماد عملة موحدة جديدة مبنية على الدينار الذهبي روّق القذافي لما وصفه بنظرية الطريق الثالث التي كان يعتقد أنها حل وسط بين الرأس مالية والاشتراكية في السبعينيات وقد رفع القذافي في بداية عهده شعار توحيد الأمة العربية وتحقيق أهدافها وقدم نفسه قائدا قوميا للعرب ليبيا تلك الدولة العربية الصحراوية الغنية بالنفط ذات التاريخ الغارق في القدم أصبحت في السنوات الأخيرة نقطة انطلاق مهمة للمهاجرين الراغبين في الأصول إلى القارة الأوروبية كما أثيرت مخاوف من النشاط المتزايد للحركات الإسلامية وخاصة المتطرفة منها هناك شكرا للزميل أشرف عبد الحاكم على هذا التقرير أنا عاوز أقول حاجة ليبيا مستهدفة منذ القدم اللي حصل للشهيد عمر المختار كان الهدف منه إسقاط ليبيا وتركيع ليبيا للاستلاء أيضا على سراوات ليبيا منذ القدم ومحدش شك أبدا أن الشهيد معمر قزافي رحمه الله كان رابع أربعة معنيين جدا بالقومية العربية ومدافعين عن القومية العربية ومدافعين عن القضية الفلسطينية وأنا في اعتقاد الشخصي أنه دفع تمن عربته وقوميته ودفع تمن تصديه للكيان الصهيوني ودفع تمن تصديه لكل المحاولات اللي كانت بيورد منها اختراق أفريقيا من الكيان الصهيوني بشكل أو بآخر كان فيه الزعيم الراحل جمال عبد الناصر كان فيه الراحل حافظ الأسد وكان فيه الشهيد الراحل صدام حسين والرابع بتاعهم كان الشهيد الراحل معمر القزافي دول أكتر أربعة دفعوا عن القضية الفلسطينية وعن القومية العربية وعن العروبة وعن الإسلام في اعتقالي أيضا أنه الشهيد معمر القزافي كان صمام أمان في أفريقيا منذ أيام قليلة رئيس إحدى الدول الأفريقية عمل اتفاق مع الكيان الصهيوني وقال بشكل صريح احنا منعنا من ذلك 30 سنة لأن كان فيه واحد موجود في أفريقيا اسمه معمر القزافي فكان معمر القزافي الله يرحمه كان صمام أمان في أفريقيا ضد اختراق الكيان الصهيوني لهذه القارة السمراء الحاجة الثالثة أنه الشهيد معمر القزافي كان من الناس اللي بيبذله جهد كبير جدا في نشر الوعي الإسلامي ونشر الوعي الثقافي في أفريقيا وكان بيعقد مؤتمرات كبيرة جدا ينشر فيها الدعوة وكان فيه كمان الجمعية الخيرية المعروفة بتاعت دكتورة عائشة معمر القزافي كان لها دور كبير جدا وبارع جدا في القارة السمراء في أفريقيا مسابقات قرآنية وأنشطة توعوية وأيضا أنشطة خيرية بينفق منها على الفقراء وعلى المحتاجين وعلى الشعوب الأكثر فقرا في أفريقيا وصرفوا مليارات على هذا الموضوع الحاجة الرابعة أن الشهيد معمر القزافي كان ضد دايما النفوذ الصهيوني زي ما قلت في أفريقيا وبالتالي هو ضد النفوذ الأمريكي في أفريقيا ودفع تمن عربته لما اتكاتلوا عليه وتآمروا عليه وأسقطوه وأسقطوه وقتلوه بدم بارد بعدما رفض أنه يخرج من ليبيا قتلوه بدم بارد وكانت دي عقوبة أعتقد عقوبة دولية للشهيد معمر القزافي نتيجة وقوفه أمام التمدد الصهيوني في أفريقيا وتبنيه القضايا العربية وتبنيه القضايا القومية وتبنيه القضايا الفلسطينية طبعا إلى جانب مصر باعتبر أن مصر أيضا الرائدة في هذا الموضوع رحل الشهيد معمر القزافي وأنا بسميه شهيد الأمة الإسلامية وشهيد القومية العربية رحل نتيجة هذه المؤامرات وللأسف الشديد كانت بعض الدول العربية مشتركة في هذه المؤامرات ورفع علم دولة عربية على مقر من مقرات الشهيد معمر القزافي أثناء هذه المحاولات لإسقاط الدولة الليبية ومقتل الشهيد معمر القزافي ليبيا أصبحت بعد معمر القزافي زي ما حراتكم شايفين وعارفين أعتقد آن الأوان للم الشمل مرة أخرى داخل ليبيا آن الأوان لإجراء تسوية عادلة وعاجلة لوحدة أو توحيد الشعب الليبي مرة أخرى معلومات بتقول أنه الدكتور سيف الإسلام القزافي بيجري مصالحات كبيرة جدا في ليبيا بهدف لم الشمل الليبي مرة أخرى وزير خارجية روسيا منذ أيام نادى بضرورة إجراء تسوية شملة في ليبيا وأن يكون الدكتور سيف الإسلام القزافي أحد أهم هذه المعادلات أو الأطراف المعنية في هذه التسوية أنا أتمنى للشعب الليبي أن يعود جميعه تحت راية واحدة هي راية ليبيا وأن يلفز كل هذه المؤامرات وكل هؤلاء إرهابيين مرة أخرى خارج ليبيا وأن يتوحد الشعب الليبي كله تحت راية واحدة هي راية ليبيا ليعيدوا أمجاد ليبيا مرة أخرى ويستكملوا مسيرة الكفاح والنضال اللي بدأها الشهيد عمر المختار وكملها الشهيد معمر قزافي والنهاردة الشهداء الليبيين كل يوم بيتساقطوا دفاعا عن الحق الليبي ودفاعا عن الأراضي الليبية تحية للشعب الليبي ويا رب ليبيا ترجع زي الأول وأحسن لأن ليبيا بالنسبة لنا صمام أمان مهم جدا مصر وليبيا طول عمرهم شعب واحد ودولة واحدة ومصير واحد وأمن مصر من أمن ليبيا وأمن ليبيا من أمن مصر وربنا يوفقهم إن شاء الله حاجة تانية يا شيخ مظهر لو سمحت لي في موضوع ليبيا أن المصريين المسيحيين في مصر بيكنوا كل الحب والاحترام والتقدير إلى الشعب الليبي الأسباب ثلاثة ربما للسبب الأول يمكن الكسيرين يجهلوه إن كان التاريخ طبعا يعلم هذا تماما أن الذي كرز بالمسيحية في مصر أصله ليبي يا سلام القديس ماركوس الرسول يا شيخ مظهر أصلا ليبي من مدينة القيروان الليبية وكان قد هاجر لأسباب أنه كان والده كان سري جدا لأسباب تجارية أو اقتصادية هاجر من ليبيا إلى أوروشاليم القدس وهناك أصبح من التابعين للسيد المسيح وأصبح من واحد من السبعين رسولا وكلف بعد فترة أنه يأتي إلى بلادنا مصر ويكرز بالمسيحية في أراضي الإسكندرية وهو الذي بشره بالمسيحية في مصر والكنيسة المرقصية الكبرى في العباسية التي على اسمه وكل الكنيسة التي على اسمه في مصر ده يعني والكرسي البابوي في مصر على اسمه الكرسي المرقصية كلها على اسمه أصله ليبي وبالتالي نحن نكن للشعب الليبي كل محبة وتقدير وبنقوله إحنا بيننا وبنبعض يعني أواصر محبة كثيرة جدا وكبيرة جدا وتاريخية جدا وهو القديس مرقص الرسول ده اللي أصله ليبي اللي استشهد على بلادنا مصر سنة 68 ميلادية بعد ما أسس مدرسة الإسكندرية اللاهوتية وأسس أيضا كنيسة مسيحية في مصر فلذلك في محبة بيننا وبن ليبيا السبب التاني دي الأولى دي الأولى التانية أنه الشهيد معمر القذافي كانت تربطه بالبابا شنودة الثالث علاقة محبة كبيرة جدا وكان قد رحب به في المؤتمر الليبي الأخير ومنحه جائزة التسامح الديني الله منح البابا شنودة ودار بينهم حوار الحوار ده أنا أبدع كل المشاهدين أنه هم يشوفوه على اليوتيوب هتلاقوه موجود الحوار البابا شنودة عن معمر القذافي أعوان ذكرياته مع الرئيس معمر القذافي هتلاقوه ده كل محبة ودار بينه حوار جميل جدا في الصحراء وفي الخيمة هو كان مثقف في الشهيد القذافي كان مثقف في علم الأديان وتنبأ بكل ما يحدث الآن تنبأ بكل ما يحدث الآن ارجعوا شوفوا أحاديث الشهيد معمر القذافي هتلاقوه بيتنبأ بكل ما يحدث الآن سواء في ليبيا أو في المنطقة العربية أو حتى اللي حصل لسلطان حسين أو اللي حصل في مصر أو اللي حصل في ليبيا أو في سوريا كل ده تنبأ به الشهيد الراحل معمر القذافي ففي إطار للسبب الثاني أنه كان بعد هذه الزيارة الجميلة للبابا شنودة إلى الرئيس معمر القزافي منحوا قطعة أرض كبيرة لبناء كنيسة ثم كنيسة بني غازي ثم كنيسة في طرابولس ثم إدالوا أنه يعني يستقبل أباء كهنة عشان يخدموا المسيحيين المصريين أو الموجودين في ليبيا وصارت بينهم محبة كبيرة فالشعب المصري لا ينسى أيضا هذا للرئيس القزافي الحاجة الثالثة أن شهداء مصر في ليبيا الواحد وعشرين شهيد اللي هما يعني من 2016 تم استشهادهم واللي النهاردة عملهم يعني كنيسة كبيرة في قرية العور في مركز ساملوت دولة استشهدوا في أرض ليبية في مدينة سرط الليبية عقب الأحداث الفوضى التي حدثت أو أعقبت وفاة الرئيس معمر القزافي واستشهاده وبالتالي طبعا الدم المصري سالة على الأرض الليبية وهذا يعني بيدعونا إلى عملية أن احنا مقدرين هذا الأمر ومقدرين هذه الروابط اللي بنا وبين بعض فهنا بنحب بعض ولننسى للشعب الليبي أنه فتح أبوابه وفتح بلاده عشان خاطر يستقبل العمالة المصرية عشان تشتغل إلى جوار العمالة الليبية في مكان واحد فإحنا باسم المسيحيين كلهم وباسم الكنيسة بنتمنى وبنصلي أن ربنا يرجع لليبيا مقدها ويرجع لليبيا تاريخها ويرجع لليبيا استقرارها وإحنا ده اللي احنا ده فرحنا لن طبعا زي ما قال الشيخ مظهر يعني السلام الليبي من السلام المصري والاستقرار الليبي من استقرار المصري وإحنا بالنسبة لنا هما عمق استراتيجي يمكن اختراق وطبعا أنتوا كلكوا عارفين كثير من الحالات تم ضبطها لإرهابيين قادمين من الصحراء الغربية فإذا احنا تم تأمين الجانب الغربي لمصر وهو الجانب الليبي فده هب استقرار لمصر وفخر لمصر بالتوفيق إن شاء الله لليبيا وللدكتور سيف الإسلام معمر القزافي ربنا يوفق الجميع رحم الله الشهيد معمر القزافي رحم الله شهداء الشعب الليبي رحم الله جميع الشهداء من أول عمر المختار لحد النهاردة ربنا يرحمهم وزي ما قلت لحضراتكم أنا باعتقادي أنه أنا دايما بسمي للشهيد معمر القزافي هو شهيد الأمة الإسلامية والأمل معقود في أبناء ليبيا معقود في أبناء القزافي إن ربنا عز وجل يعيد ليبيا إلى سابق مجدها وعهدها بإذن الله